السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأخبار إيطاليا الحلقة ديال 19 في شهر الساعة سنتكلم على عدة موادع من بينها الحالة ديال الطقس اللي ستكون في إيطاليا في الأيام والساعات القادمة درجة الحرارة مرتفعة في جنوب إيطاليا والوسطة ديالها وكذلك في الشمال اللي سيكون كذلك إخوان الحال زامت سنتكلم على درجة الحرارة اللي ستصل الـ 41 أما في المملكة العربية السعودية فدرجة الحرارة على حسب آخر المعلومات تثبات في الوفاة ديال 900 حاج لأغلبية ديالهم كانوا حجاج بدون ما يؤديوا تمن ديال الفيزا ديال الحاج مشوا كسياح وحاولوا أنهم إخوان يخرقوا القانون سنتكلموا كذلك يا إخوان على البرلمان الإيطالي يصادق على قانون رسميا قانون اللي كانت كتسناه الرابطة الشمالية ديال سالفيني لمدة يا إخوان سنوات طويلة منذ التأسيس ديالها هو الاستقلالية ديال الجيهات اللي كيف ما كتقول الحزب الديمقراطي هاد الاستقلالية ديال الجيهات غادي تخلي أنه يكونوا مواطنين إيطاليين من درجة أولى ومن درجة تانية غنشرح لكم في الفقرة أشنو كيعني هاد القانون كيف ما أنه غني نتكلموا على مدينة روما وبالتحديد لاتينا العامل الهندي اللي تكلمنا عليه بالأمس لتقطع له دراعه سيد توفا غنشوفه شنو قالت الوزيرة وشنو قالوا بعض البرلمانيين على القضية دياله كيف ما أنه غني شوفوا مواطنين مغربية من بعد الطلاق هزت الأبناء ديالها ومشت الفرنسا لضمان مستقبل أحسن للأبناء ديالها إلا أنه الزوج يتابعها بتهمة دي الإختطاف قاصر غن تكلموا كذلك يا إخوان على أخبار أخرى وكيف ما العادة كنم بغير شكركم جزيلا شكر على الدعم ديالكم للقناة والناس اللي ممشتر كاش يشاركوا باشقوا وتوصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقر يا إخوان غدينطرقوا الموجة ديال الحر اللي غدينتوصل لإيطاليا في الأيام القادمة وقبل يا إخوان غنشوفوا الموجة ديال الحر اللي كيناح حاليا في المملكة العربية السعودية واللي جاتي إخوان مع الموسم ديال الحج وتسبات في الوافاة على حسب ما تيقولوا آخر المصادر حوالي 900 شخص 600 منهم يا إخوان عندهم جنسية مصرية ولذلك كنتكلموا على عدد كبير ديال الحجاجي إخوان اللي توفاوا في هذا كل ما قام الله يرحمهم يا إخوان رطبيط حال كنتكلموا على أنه السبب ديال الوافاة ديالهم هو الحرارة المفرطة لأنه في مكة يا إخوان والضواحي ديالها في المتوسط كنتكلموا على 47 درجة ديال الحرارة رطبيط حال هذا في المتوسط ولكن درجة الحرارة هكتوصل حتى الواحد وخمسين وحتى في الليل درجة الحرارة ما كتنزلش نهائيا عندي شي أصديقة وشي ناس في العائلة اللي كينين حاليني إخوان في الحج ردك شي اللي تعود يا إخوان من الحرارة رك يقولوا لا يوطاق وما يمكنش نهائيا أنك تدير واحد المثال في المغرب مثلا بالحرارة اللي كيناء في مكة لأنه حرارة لإنسان ما معودش عليها يعني في المغرب وحرارة اللي هي مفرطة المهم على حسب ما تيقولوا كذلك إخوان مصادر من العربية السعودية هو أنه الأغلب ديال الناس اللي توفاوا هما هذوك الناس اللي ما عندهم شي إخوان الفيزا ديال الحج ناس اللي كينن في العربية السعودية أو مشوا يا إخوان بالفيزا ديال السياحة وحاولوا أنهم يحجوا بدون ما أنهم يخلصوا الفيزا ديال الحج اللي هي مكلفة ولذلك الواحد ربما كيمشي قبل أو كيكون ساكن يا إخوان في العربية السعودية وكيحاول أنه يحج مع الناس وطبيعة الحال على حسن ما تعودوا نفس المصادر هذو الناس أراهم ما كيستفدوش من نفس الخدمات اللي عند الناس اللي هما يعندهم يا إخوان فيزا ديال الحج لأنه كتكون عندهم عدة خدمات من بينها المكيف من بينها أماكن وخيم يا إخوان اللي كيتخببوا فاعل الصهد من بينها عدة امتيازات لهاد الناس اللي ماشي ينبوحهم ما كيستفدوش منها وأغلبية الناس اللي ماتوا من هاد الناس يا إخوان راه ضيجة بلهت شي إخوان السلطات السعودية حاولات قدر المستطاع أنها تمنع هاد الناس يدخلوا يحجوا علش لأنه يا عندك الفيزا ديال الحج يا أنه ما قديش يدخل وكان واحد الفيديو اللي انتشف في الأيام الماضية على تهريب الحجاج كييركبوهم يا إخوان في السيارات اللي هي من نوع كات كات كتبشي في الصحراء وكتحاول أنها تفاعد الطرقان الرسمية إلا أنه لوكوا بطيارات يا إخوان ديال الشرطة كتصورهم من الفوق وكتبشيليهم وكتوقفهم يعني يحتمل الحجاج واللاو كيهربوهم والسبب هو يا إخوان الكلفة اللي هي طالعة وطالعة بزا في إخوان ديال الحجاج ركن تكلموا على 7000-8000 أورو من أوروبا نفس الشيء تقريبا في المغرب إجمالني إخوان هذا الخبر رأتكلمتها للصحف الدولية كيتكلموا بطبيعة حالة لأنه موسم الحج القادم للسنة الجاية غيكون آخر موسم حج اللي غيكون في موسم الصيف وابتداء من سنة 2027 ولمدة 17 سنة غيكون الحج في فصل الرابع وفصل الشتاء بطبيعة حالة إخوان لا يدير الشيء ديال الخير أما فيما يتعلق يا إخوان بالجو في إيطاليا خاصنا نتراقبوا يا إخوان في الأيام القادمة خصوصا يا إخوان ابتداء من يوم الأربعاء وكذلك الخميس لوصول ديال غبار اللي هو يا إخوان جاي من الصحراء هذا الشيء كان وقع يا إخوان في الأيام الماضية وتكلمنا عليه 10 أيام هادي كان وقع في ميلانو صبات عندهم الشل اللي هي في الرملة والطموبيلات تقريبا كلهم توصحوا نفس الشيء غيوقع في هذه الأيام كنت تكلموا يا إخوان على الأربعة والخميس والغبرة اللي غادي تنزل غاي كل لون ديالها أحمر جاي إخوان من الصحراء اللي كان في إفريقيا وغادي توصل لفرنسا لإيطاليا والدول اللي كان في وسط أوروبا بطبيعة الحال الخبارات كنت تكلموا على أنه وهذا الغبرة تكون مركزة خصوصا في الوسط الشمالي يعني التوسكانة لميليا رومانيا نهار الأربعة ونهار الخميس أما في الجنوب غادي تكوني إخوان في نهاية الأسبوع أما فيما يتعلق بالطقس كنت تكلموا يا إخوان على حرارة مفريطة اللي غادي تكون في إيطاليا ابتداءا من الغد ودرجة الحرارة غادي ترتفع على الأقل بواحد خمسة حتى السلية الدرجات وغادي تسجل درجة الحرارة اللي غادي توصل 41 درجة مئوية في بعض المناطق خصوصا في الجنوب بطبيعة الحال كيف ما غادي تشوفوا معاي إخوان هنا كنت تكلموا على 40 درجة دية الحرارة اللي غا تكون في الوسط الجنوبي لاتسيو لومبريا والتحت وكذلك في الشمال وكذلك في الشمال غا يكوني إخوان الجو مزموس بزاف يعني مخنوق شوية كنت تكلموا يا إخوان هاتشي غا يوقع في السوء 30 ساعة القادمة يعني غدا يا إخوان في حين أنه غادي تكوني إخوان رياح أطلسية اللي غا تجي من شمال أوروبا الشيء اللي غايتسبب في عواصف رعدية وفي سقوط أمطار اللي غا يكون في الشمال الغربي دي الإيطاليا جويهي إخوان فرانسا يعني البيمونتي وهذو كل مناطق بطبيعة الحال كنت تكلموا كذلك على أنه درجة الحرارة غا توصل ربعين درجة إخوان في الساعات القادمة في مدينة فوجا في مدينة كاربونيا غا توصل تعد وثلاثين أما في المرتبة التالية بثمانية وثلاثين درجة دي الحرارة غلقا وكالطاني السيتة اللي كينا في السيشيليا ماتيرا نوارو سيراكوزا وطارنطو أما في الليل غا تكوني إخوان كذالي ليالي ثلاثة وعشرين درجة دي الحرارة بطبيعة الحالك نتكلموا على هذة درجة الحرارة اللي غا تكون مرتفعة يعني إخوان كذالك في مدينة فرنس الليلة دي الجمعة واللي غا تكون درجة الحرارة ما بين ربع وعشرين والسسو عشرين فيما يتعلقي اخوان بدرجة الحرارة اللي غا تتسجل نهار عشرين اللي هي نهار الخميس غا تكون واحدة واربعين درجة في طارنطو بيني فانتو كازيرتا ستكون فيها 40 درجة الحرارة أما سيشيليو البوليا راه من المتوقع أنها تسجل فيها 39 38 ستكون في مدينة فرنس ومدينة روما كذلك ماتيرا وأورستانو وطبيعة الحال هذه الدرجة الحرارة تزيد عليها الميديتية إخوان اللي تتخلي أنه عند الإنسان كين إحساس بحرارة أكبر لا يدري الشعودية الخير إخوان أما آخر معلومة اللي سنتكلم عنها أو آخر معلوماتين هذا يا إخوان هو الترتيب دي سنة 2023 دي الأحسن المدل الإيطالية من ناحية دي الجو ماشي الاقتصاد للمعيشة ولكن اللي كتعيش فيها أحسن من خلال جو ديالها وكي ياخذوا معي الاعتبار 17 نقطة من بينها الشركة الطيح الضبابال جافاف اللي يلي كيكونوا إخوان باردين بزاف أو كذلك اللي يلي كيكونوا سخان أحسن مدينة من ناحية الجو في إيطاليا في السنة الماضية هي مدينة إمباريا اللي كينا في ليغوريا عندك بيالا عندك كذلك أغريجانتو في المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة كونيو والمرتبة الخامسة مدينة ماتيراطا وآخر معلومة سريعة غاد نتكلموا يا إخوان على السيشيديا اللي حطات راسها هي إخوان في منطقة حمراء بسبب إخوان قلة المياه وبسبب الجافاف منطقة حمراء كيف ما كتقول الجهة بحال نبحة المغرب وبحال نبحة الجزائر وتونس يعني جافاف اللي هو يخيب على حسب آخر الأرقام الرسمية الجافاف اللي كاني إخوان حاليا في السيشيديا أراها تسبب في الفقدان ديه 33 ألف منصب ديه العمل ناهيك على أنه المحصول الزراعي را غادي ينقص بنسبة 50 في المئة مقارنة بالسنوات اللي كانت كتح في هشتة وكانت الأمور على ما يرام موسيقى فهذا الفقر يا إخوان غدا رجعوا للخبر اللي حاليا كتطرق للصحف الإيطالية كثيرا ذاك الشي اللي وقعي إخوان في الضواحي ديه المدينة روما وبالتحديدي إخوان في البروفينشة ديه المدينة ثلاثينة البلدين اللي وقع فيها هشتة اسميتها بورغو سانتا ماريا المهم اللي كاني إخوان هو المواطن الهندي اللي يتكلمين عليه تبين أنه عنده 31 سنة وكان خدمي إخوان في حوكل ديه الفلاحة حتى غادي توقع لي واحد الحادثة غادي تقطع لي الدراع دياله والباترون في عوض ما أنه يدير السبيطار أو يعيط له اللا بيلانس كيف مكيت تذكر اليوم في العديد من الصحف الإيطالية غيهزو ما غيحطوش في جنب الطريق ولكن غيديه لدار دياله غينزله هو مرتو وغيحط له إخوان دراع دياله في صندوق المهم لو قيت اللي غيجيو المسعيفين غيحاولوا أنهم يعطيوا العلاجات الأولية باش الحالة دياله تستقر دوه المستشفى دروي العمليات الجراحية إلا أنه الجروح اللي كانت عنده لعلى المستوى ذي الدراع اللي يتقطع عليه لكذلك على المستوى ذي الأطراف الصفلية اللي تهرست كانت يا إخوان كثيرة الشيء اللي خلق أنه هاتسي لإخوان يتوفى ولذلك الخبر ديال اليوم هو أنه هاتسي توفى في المستشفى ذي المدينة روما من بعد ما أنه هاتسي حاولوا بجميع الطرق أنهم يخليه يعيش طبيع الحال اللي ينبع حالين هو أنه النيابة العامة فتحات تحقيق بالتهمة ديال القتل الغير العام ومن بين الناس اللي توجهت لهم التهمة راه صاحب الشركة ناهيك على أنه كين كان لا تشي واحد من هذوك الكابورالي اللي كينن ناس اللي تخدموا هاتسي العمال حتشي واحد ما يحاول أنه يساعده أو يعونه بل خلوا إخوان الزوجة دياله كتحر السيد وهو إخوان كله كينزف الزوجي إخوان اللي ما عندها ما تدير لي طبيع يتحل على هاد القضية برلمانية من الحزب الديمقراطي أن ماريا فورلان قد ماتي إخوان وطرحات واحد تساؤل لثلاثة ديال الوزراء اللي هما الوزيرة ديال العمل ديال الفلاحة وكذلك ديال داخلية حول إخوان الحالة ديال العمال والاستغلال ديال يد العامل المهاجرة في حين أنه تكلمات على الأرقام ديال استغلال ديال العمال اللي على حساب الأرقام الرسمية ديال لينايل راه هاد الأرقام غادوك تصاعد فيما يتعلقي إخوان بالنقابات التشيز اللي كنت تكلم على أنه هذا راه يوم سيء للغاية وبلا أنه هذي هزيمة للجميع وخصوص العائلات اللي مازال كي بكي وعلى الأفراد ديالهم اللي توفوا في العمل كنت تكلموا كذلك على أنه الوزيرة اللي هي وزيرة الشغل كالديروني تكلمت على أنه هذا راه واحد العمل همجي حقيقي للناس اللي اقترفوه خاص يتم المتابعة ديالهم في أي مكان وفي أي مؤسسة وبطبيعة الحال تكلمت على أنه راه الحكومة كتحاول أنها تدير جهد ديالها باش تحارب العمل غير شرعي الناس اللي كتخدم في النوار وبلا أنه قد تدير قوانين وأدوات من هنيل القدام اللي غي يعاونوها أنها تحارب لعملي إخوان في النوار أما فيما يتعلقي إخوان بأخبار أخرى اللي عندها علاقة بالجالية المغربية غادي نتكلموا على قضية ديال السيدة مغربية اللي كانت في مدينة مانطوفا أو البروفينشا ديالها واللي بطبيعة الحال الحالي كتتكلم عليها الصحيفة هات السيدة من بعد ما أنه كانوا عندها مشاكل هي والزوج ديالها بطبيعة الحال ولكن على حسب ما كيتتذكر في المقال هو أنه الأب مبقاتش عنده مسؤولية على العائلة دياله مبقاش كي يصرف والعائلة كانت كتعيش في بعض الحالات على المساعدات المساعدات اللي كانوا كيتقدموه كذلك من الجيران اللي كانوا كيعرفوهم المهم كتر المشاكل السيدة إخوان طلبت الطلاق وهذيك السعاء الراجلي إخوان بحالة ما كانش والدوك لولاد يعني ما بقى لك ينفق ما بقى لك يعطي شي حاجة بطبيعة الحال الشيء اللي غي خلي أنا والسيدة تقلب على راسها ولذلك عن طريق اتصالاتهم مع العائلة دياله اللي عدة فرنسا قررت أنها تسافر إلى فرنسا وتشوف الأمور كيف جديرها في الأول مشات ببحدها بنت لها الأمور مزيانة قلبت على كرة وقلبت على خدمة وهزت ولداتها وداتهم معاها جوج قاسرين وواحد عنده 18 عام بطبيعة الحال لو قيت اللي مشاتي إخوان وهنا في انكيبال لك السم اللي كيكون مبين الناس اللي هما يمطلقين يعني الحروب اللي كيديروا مبعضياتهم إلا كان يعني وحد طلاق اللي هو غير سلمي أرى لا إلهي الله يا إخوان لو قيت اللي هزت الأطفال باش تدمن لي موحد المستقبل أحسن ودفع بيها يا إخوان دعوة في المحكمة والتهمة هي اختطاف قاصر يعني كنت تكلموا على أنه هزت الولاد خطفتهم وداتهم وكيف ما كيت تكتبيه إخوان احنا رأى بطبيط الحال لا نعرف الحقيقة ديالهد العائلة ولكن كيف ما كيت تكتب في هذا المقال قال لك الأب وفجأة اكتشف أنه عنده دور ديال الأب وقدم هات الشكاية شكاية اللي الهدف الرئيسي منها هو عرق التي إخوان هاد الاستقرار اللي دارت الزوجة بعيدا الواحد إلا كان بغي ولاده ماشي إشكال أما لا كان عير صداع واللي غاي خلص تمان دياله شكون يعير الأطفال القاصرين حيث إلا كان فعلا بغي ولاده يكون وحداه ماشي مشكلة التافق على وحد الحل أما لا كان يعير باش يدير العصف الروايدة ويندم على أنه استقلات ولا تبحدها ولا تعيشها بلا بيه هنا يا إخوان رأى اللي غاي أدي التمر ماشي هي رأى هذوك الأطفال اللي في نفس الوقت رأى مولاده لا يدري الشياء الخيري إخوان احنا ما عارفنش كيف ما نقول أشنوا واقع ما بين هاد الناس بطبيت الحال آخر خبر اللي غادي نتكلموا عني وهذي فاجعة يا إخوان اللي وقعت في البحر الأبيض المتوسط على بعد مئة وعشرين ميل على السواحل الإيطالية وهذي إخوان غادي تفكرنا في الغرق دي السفينة دي الكوترو اللي وقعت في الجنوب وكانت توففها يا إخوان حوالي مئة شخص أو تسعين شخص هذي السفينة كانت جاية من توركيا كيف هكيف هذي السفينة اللي كتبشي إخوان باخرة بالشراع كتبشي إخوان بالشراع ديه لكن ديه البرد وعندها كذلك موطور طبيت الحال اللي غادي وقع يا إخوان هو أنه هذي السفينة غادي تبدأ تغرق ولقيت اللي مشوا السلطات الإيطالية يا عتقوهم يا إخوان اكتشفوا بالله أنه هذي اللي عاودوا الناس اللي هما يبقوا وعيشين عتقوا البعض منهم أما البعض اللي هما يستوسين راهم في عداد المفقودين وبوحد نسبة كبيرة مغي يلقوهمش حيين ما بين هذي السوسين كينستوا وعشرين طفل وطفلة هذي اللي حسب ما قالوا يا إخوان الناس اللي يبقوا حيين الأغلبية ديالة الناس اللي كانوا راكبين هما جنسة عراقية إيرانية وكذلك سورية الله يرحمي إخوان هذي الناس اللي توفعوا ناهيك على أنه دائما في نفس الأيام الماضية الشي ثلث أيام هذي سفينة أخرى يا إخوان وهذه الصورة ستشرح لكم أكتر من بعدي إخوان ما بدأت السفينة كتدخل عليهم الماء شوفوا شنو داروا يعني لو قيت اللي مشاوا سفني عتقوهم لقوش ناس الفوق في السفينة عتقوهم ولكن ناس اللي كانوا لتحتي إخوان وسادا عليهم دخل عليهم الماء وماتوا غارقين يعني كأنهم في واحد القفص والما يدخل عليهم وملاقين ميديرهم في الأخرى إخوان باش ينقضوهم بواحد المقضي إخوان بقوا يضربوا في الخشب حتى هرسوه وقدروا يخرجوا البعض شي وحدين عتقوهم وشي وحدين إخوان كانوا مخنوقين وشي وحدين كانوا صخفانين أما عشرة راهم توفعوا وعلى حسن ما يذكروا جمعيات راه منذ بداية السنة الناس اللي توفعوا فالبحر الأبيض المتوسط يعني يعني عرف الوسط دياله نتكلموش على المناطق اللي هي إخوان في جهة لبنان وتوركيا أو الجهة المغرب عين الواسطي إخوان المناطق اللي قربة من الطاليان راههم 800 شخص يعني في كل يوم كيموتوا خمسة ديال الناس في المتوسط منذ بداية هات السنة وده بحيني الحريقي إخوان راه بدك يتزاد لأنه الجو بدك يستقرب حريقي إخوان بدك يهدى فهذا الفقر يا إخوان نتكلمو على القانون ديال الاستقلالية ديال الجهة في إيطاليا اللي رسميا يا إخوان ولا قانون ديال الدولة البالح تكلمن على القانون اللي جورجا ميلوني كتسميه بأم الإصلاحات القانون ديال بريميراتو اللي كيعطي إمكانية للمواطنين الإيطاليين أنهم يختاروا رئيس الحكومة مباشرة من بعد ما أنه في المرحلة ديالانتخابات كانت كتوعد بلا أنه المواطنين الإيطاليين غيمشوا يصوتوا على رئيس الجمهورية بطريقة مباشرة إلا أنه في هاد العامين بدلت الرأي ديالها ما بقيتش بغى الناس يختاروا رئيس الجمهورية ولكن ولا تبغاهم يختاروا رئيس الحكومة المهم البالحي إخوان صادقوا على القانون في مجلس الشيوخ وما زال كتسناه واحد المصادقة اللي هي أخيرة في مجلس المستشارين هاد المجلس المستشارين اليوم في الصباح بكري إخوان في حدود ساعة 8 صباحا صادقي إخوان من بعد واحد الاجتماع ماراطوني اللي يدام للكامل يعني البرلمانيين دوزوا للكامل وهم كيتناقشوا على هاد القانون باش يصوتوا عليه وصادقوا عليه فعلا العدد ديالبرلمانيين اللي صوتوا لي صالح القانون أراهم 12.70 واللي صوتوا ضدوا رهم 9.90 واللي امتانوا على تصويت شخص واحد فقط بطبيط حرك نتكلموا على قانون اللي اسميته القانون ديال الاستقلالية واللي غي يعطي إمكانية للجهات الإيطالية أنها تولي مستقلة في 23 مادة للبعض ديالها حاليا الجهات المالكية يتحكموا فيه والبعض كتتحكم فيه الدولة ولكن مستقبلا غتولي الجهات تحكم فيه مثلا الموضوع ديال الصحة الصحة هو واحد الحاجة اللي كيتحكموا فيها الجهات ولكن جزء منها كتتحكم فيه كذلك الدولة تعليم اللي كتتحكم فيه الدولة غي يكون من هنا القدام بإمكان الجهات كل واحدة يا إخوان تبشي في التجاه ديالها من غير تعليم كان كذلك إخوان ترونسبور الرياضة بطبيط حل المعارضة على رأس إخوان شلين ديال حزب ديمقراطي كتتكلم على أنه قانون يقسم إيطاليا وكيخلي من المواطني الإيطاليين مواطنين من الدرجة الأولى ومواطنين من الدرجة التانية على حساب الزهار ديالك وفين جزء از حي تزت إذا ثابتك بال seçمالada في المينطولة لميليا أو لمبوردية أراك مواطن من درجة أولى إذا زابتك بالجنوب أراك مواطن من الدرجة التانية وقالت بلا انه انا في حياتي ما عمرني مشت وحدة سياسية او سياسي اللي تيقول بلا انه وطني وكيجيك يقسم البلاد الى قسمين بطبيط الحال تكلمت على انه غدير جهد ديالها كامل باش يدير واحد الريفراندوم واحد الاستفتاء اللي غده بشوي صوت عليه المواطني الايطاليين باش انه هاد القانون يتحيدي اخوان وما يدخلش لحيز تنفيذ ناهيك على هذا تكلم كذلك اخوان كونتي وقال بلا انه حالي نراها السبعة وتعدو 30 دقيقة ديال الصباح من البارح وما شهدنا في البرلمان على قبل هاد القانون قانون اللي غيخلي من الجنوب ديال ايطاليا منطقة سيئة للمواطنين لمن ناحية ديال الصحة لمن ناحية ديال التعليم وكذلك النقل بطبيط الحال كونتي حتى هو اخوان كيتكلم على هاد الريفراندوم باش الناس بشي تصوت ويتحيض هاد القانون من بين الناس اللي كيفرحوا بهاد القانون هو يكال ديرولي برلماني من رابطة الشمالية وهاد القانون باش فهمهم زيان راه قانون اللي بغاه الرابطة الشمالية ديال صالفيني لانه كنتكلموا على ثلاثة ديال الاحزاب واحد الرابطة الشمالية واحد سيلبي برلوسكوني والتالي ديال جورجا ميلوني ديال الرابطة الشمالية اهم قانون بالنسبة لهم هو ياخوان هذا ديال استقلالي ديال الجهات لانه هم في الاول كانوا كيطالبوا بالاستقلالي على الطاليان ولكن شوية شوية يا إخوان فهذا 20 سنة 25 سنة ديال السياسة بحالة بدو كيرطابوا شوية ولو بغنوا واحدة استقلالية داخل توراب الإيطالي وتحت الحكومة الإيطالية من بعد إخوان كي الحزب يسير في برلوسكوني لأهم قانون عنده هو القانون ديال العذالة تم تعديل دياله يعين هذه أسابيع قليلة أما جورجا ميلوني أهم قانون عندها هو القانون ديال رئيس الحكومة للنسل للصوت عليه مباشرة ولذلك هم منفاهما مع بعضياتهم وكيصوتهم جموعين لبعضياتهم باش القوانين تدوس وهذا الشي اللي كيني إخوان طبيض حال كالديرول اللي هو يا الرائد اللي هو يا الوازير اللي مكلفه إخوان بالجهات تكلم على أنه هاد القانون مشي بالصحة غادي قسم طاليان لجوج ديال المناطق ولكن غاي عطي حرية أكتر للجهات والجهات غا تولي عندهم مسؤولية وكذلك الشفافية في التعامل مع الأموال ديالهم وغاي عطي إمكانية للجهات أنهم يجريوا أكتر ولذلك بخلاصة العبارة يا إخوان الجهات اللي عندهم الفلوس بحل ميليا رومانيا بحل كذلك التوسكانة أو لومبردية أو الفانيتو غادي تكون عندهم إمكانية باش يجريوا وغاي يجريوا أما الناس ديال الجنوب ما غا تكونش عندهم هاد الإمكانية ولذلك الشمال غاي هرب على الجنوب وغانوني متكلموا على مناطق اللي هي متقدمة ومناطق اللي هي متأخرة ناهيك على أنه التأخر في الجنوب راه كينتدابة بالقانون ديال الدولة اللي هي مجموعة فما بالوك مني غا تكوني الاستقلالية ديال الجهات ولذلك كنتكلموا على الهجرة ديال الشباب ديال الجنوب الإيطاليين اللي كيهاجروا إخوان إلى شمال إيطاليا وإلى شمال أوروبا ولذلك هاد القانوني إخوان بالنسبة النسل اللي ذاروها قانون اللي هو يمزيان وقانون اللي هو يتاريخي وكيف ما قال صالفيني هاد يوم تاريخي لأنه الرابطة الشمالية من نهار خلاقت خلاقت لسبب واحد هو الاسم ديالها فيها الرابطة الشمالية بغاء استقلالية ديال الشمال على إيطاليا وحاليا قدروا أنهم إخواني حقوا هاد الحلم ماشي كيف ما كان الحلم نهار الأول ركف ما قلت لكم رطابوا شوية وبطبيعة الحال كي يحاولوا أنهم يتكلموا على إنجاز ولكن قانون اللي صارحة لي إخوان يعني كيتحكم كيف ما قلت لكم في 23 مادة من بينها البيئة الرياضة الصحة تعليم طاقة طرنسبورت ثقافة التجارة الخارجية وهذه كلها مربع المواد اللي كنتكلموا عليها إلى كل جهة ولا تقدير مبغاة أرى صارحة غادي تكون الأمور صعيبة وفي الأيام القادمة غادي نشوفوا يا إخوة المحللين اشنو غايقولوا لهذا القانون أشنو هي الأشياء الإيجابية لكانت وأشنو هي الأشياء السلبية وغادي نطرق لها ونشرحها أكثر